جود خليني أقول جاوبني حكينا عن بعض المخرجين وذكرنا خلال عشر سنوات مين هو المخرج السينمائي الأبرز إن كان مع حفظة الألقاب عبداللطيف عبدالحميد نجدة أنزور باسل الخطيب وجود سعيد شنو أبدي جاوبة هدول اللي اشتغلوا رتب لي اثنين أو ثلاثة وفيك تشيل من المنافسة أنا شنو أبدي حط حالي طب كيف تحت أي بني إذا بدنا نقول لأنه أنا من الطبيعي إذا ما بدي كن كذاب لك أنا تحبني كون كذاب جاوبة طالما طرحت السؤال هيك فجوابه إذا شن اسمك إذا شن اسمك مين عم هلأ هيك بصير السؤال أنا من المغرمين بسينما عبداللطيف عبداللطيف عبدالحميد فبالتالي مع كل الحب بسمين كتير كبار بس أنا هون صديت مشاهد في زائقة شخصية أنا أول فيلم سوري بحضره بحياتي بالسينما كان ليالي ابن آوا فلا تستطيع أن تنتزع مني تلك اللحظة وتلك الزاكرة حتى لو اليوم صنع أي شي طبعا تمت المقارنة من باب أنه عشر سنواتين الأبرز اللي اشتغلوا خلال إيه لا وفيه كمان محمد عبدالعزيز ثلاث أفلام مانو رقم قليل وفيه كمان أحمد إبراهيم أحمد معكم فكرنا ثلاثين فقط إيه لا أنا عم بحكي لأنه فيه عدد كمان مانو قليل يعني ثلاث أفلام تحكي مانو نصف فيلم أدي أصبت بالاختلاف عن نصوص سبقتك بالكتابة عن الواقع السوري ما فهمتوا سوري أدي اختلفتوا لكل حكي حرب وحب حب وحرب حضرتك بأعمالك أدي اختلفت عنهم أدي قدمت زاوية مختار وهن بأعتقد أنه الشكل اللي أخدته أنا بعيد كل البعد عن وكل واحد فيه أنا عفكرة ما بشبه التاني كل واحد أخد خطه هذا تنوى كان للسينما اللي أنتجت بتلك المرحلة أنا زلما يغوص بين العبث وكسر الحدود بين الأشكال الفنية بحب بشتغل على عنصر تحطيم البناء الدرامية الكلاسيكية أحب بحكي على من أعلى صعيد النص بنيويا بصريا إلي شكلي الخاص جدا حتى أتهم أحيانا أني شكلاني والله هاي زاجني هاي زائقة بني ترجمة نانسي قنقر